إذا كنت مشترك في القناة عشان فيديوهات التوب 10 فهذا الفيديو على الأكتر ما رح يهمك انتظر الفيديو القادم أو اللي بعده رح يكون فيديو توب 10 رهيب وإذا مهتم في Call of Duty فيلا استمتع لعبة Call of Duty خلاص انتهت اللعبة ماتت معظم الناس كان قاعد يقول هالكلام بس طلعت تسريبات تشير أنه اللعبة جدا سيئة وناس أكتر صاروا يقولوا هالكلام بس شفنا إعلان لعبة Battlefield عام 2042 ولي كان شكلها جدا رهيب فهل فعلا جزء Call of Duty القادم سيئ ورح ينهي سلسلة خلاص بهالفيديو رح أثبت عكس هالشي بهالفيديو فيه تسريبات جديدة بتخلينا نتحمس لجزء Call of Duty القادم بشكل جدا كبير في معلومات جدا رهيبة لطور الزومبي بلعبة Call of Duty القادمة شي ما رح تصدقوه وكمان للوارزون الجديد فيلا خلا نبدأ الفيديو وهذا الفيديو برعاية شركة يوريج شركة يوريج هي شركة ألمانية متخصصة بصناعة منتجات جيمينج بجودة عالية نفس المايكروفون اللي شايفينا قدامكم يلي هو يوريج ستريم 750 إلومينايتد المايكروفون أولا مبني بجودة جدا عالية متل مشايفين ما بتحس فيه أي نقاط ضعف ثانيا بتميز بألوان الRGB الرائعة هاي الألوان فينك تتحكم فيها على راحتك وأظن أي جيمر رح يحب هالشي ثالثا ستاند المايكروفون شكله غريب بس جدا عملي بساعدك تحطه على أي سطح وتستعمله بسهولة ورابعا وأهم شي خلنا نتكلم على جودة الصوت بالمايكروفون صوت هالمايكروفون جدا جدا نقي وواضح بينفع للجيمينج بشكل عام بينفع لو بدك تسوي فيديوهات يوتيوب للايف ستريم أو بودكاست والمايكروفون فيه مودين فينك تغير بيناتهم على راحتك الأول هو مود الكارديو واللي بيخلي المايكروفون أنه ياخد صوتك بس بدون أي إزعاج حواليك وفيه مود الامني دايركشنال يلي هو مخصص للبودكاست وفينك تغير بين هالمودين عن طريق السويتش بشكل جدا سهل وفيه سويتش ثاني صغير مثل ما شايفين بالمايكروفون هادل السويتش بتتحكم فيه بدرجة صوتك فيه مخرج 3.5 مليمتر فينك تحط فيه سماعة وتسمع صوتك وانت قاعد تتكلم فلو حطيت سماعة بالمايكروفون هالسويتش راح يتغير شغلة راح يصير يوازن بين الصوت اللعبة اللي قاعد تسمعها وصوتك انت ففينك تتحكم فيها على راحتك ممكن حد يقول هل المايك هذا يحتاج بوب فلتر يلي هو الغطاء اللي يكون عادة فوق المايكات لا هذا المايكروفون مبني بداخله البوب فلتر يلي بينقي الإزعاج والشي الحلو انه فيه خمس سنوات ضمان على المايكروفون يب مثل ما سمعته اذا بدك تشوف المراجعة كاملة فشيك اول لنك موجود بالوصف راح تلاقي الفيديو على الانستجرام ويلا خلا نبدأ بالفيديو طيب يا شباب انا سويت فيديو من ثلاثة شهور تقريبا بنهاية شهر ثلاثة كلمت فيه عن كل التسريبات عن جزء كول الفيوتي القادم اللي كنا نعرفها بعد ذاك الوقت راح تكلم بشكل جدا سريع عن التسريبات اللي ذكرتها بعد ذاك الفيديو فيه شخص اسمه توم هاندرسن هذا مثرب جدا موصوق تقريبا كل شي كان يسرب عن اجزاء كول الفيوتي كان يطلع صح قال انه العاب كول الفيوتي اللي ثلاثة القادمة الاولى من سليج هامر اللي هي كول الفيوتي القادمة راح تكون بالحرب العالمية الثانية اللي بعدها من انفينيتي وورد راح تكون مودرن وورفر 2 تكميلة لمودر وورفر اللي نزلت من سنة واللي بعدها راح تكون من ات رايارك راح تكون بلاك كوبس وبالمستقبل يعني شبيهها ببلاك كوبس 3 فهذا اول تأكيد انه الجزء القادم راح يكون بالحرب العالمية الثانية بعدين فيه مسرب تاني كمان جدا موصوق اسمه فيكتور زيد حط صورة كول الفيوتي وورد وورد 2 على تويتر وحط فوقها شعار سليج هامر فهنا قاعد يلمح انه اللعبة القادمة راح تكون بالحرب العالمية الثانية ومن شركة سليج هامر بعدين اجت صفحة مودرن وورزون على تويتر كمان مصربين موصوقين وقالوا انه اسم كول الفيوتي القادم راح يكون وورد وورد 2 فحاليا هدول ثلاث مسربين مختلفين عن بعض كلهم اكدوا انه جزء القادم راح يكون بالحرب العالمية الثانية واخر تسريب عطانا الاسم وورد وورد 2 فانجارد وبالتسريب قال انه جزء القادم راح يكون بنفس العالم حاليا اخر جزئين كول الفيوتي اللي هما مودر وورفر وبلاكوبس كولد وور لتنين دمجوهم صاروا لتنين بنفس العالم مودر وورفر بالمستقبل عام 2019-2020 وبلاكوبس كولد وور بالماضي عام 1984 فحاليا الجزء القادم وورد وور 2 رح يرجع للماضي أكتر بالحرب العالمية الثانية وذكرنا أنه إحداث اللعبة رح تكون من الحرب العالمية الثانية لحد ديت عام 1950 وبعدها ورح ندخل بحرب كوريا عام 1950 أو بعدها تقريبا بشوي صارت حرب جدا مشهورة بين كوريا الشمالية والجنوبية واحدة مع حلفائها أمريكا وبريطانيا والثانية مع حلفائها الصين وروس فيعني اللعبة ما رح تكون فقط بالحرب العالمية الثانية لأ رح تكون الحرب العالمية الثانية واللي بعدها وكمان قلنا أنه هاي أكتر جزء كولد وورف ديوتي يشتغلوا عليه الشركة تلت جامر آخر اللعبة إلهم كانت كولد وورد 2 عام 2017 فيشتغلوا على هاللعبة 2018 2019 2020 2021 لأنه أصلا هاللعبة كان مفروض تنزل السنة الماضية فأجلوها لها السنة وخلوا السنة الماضية تنزل بلاك أوبس كولد وورد طيب كل هالكلام ذكرت بالفيديو السابق خلنا حاليا نتكلم عن الأشياء الجديدة طبعا على الفيديو السابق لسه ما كنا متأكدين هل في جزء كولد وورد ديوتي هالسنة ولا لا؟ لأنه طلعت إشاعات أنه رح يأجلوا أو ما رح يكون في جزء كولد وورد ديوتي هالسنة وما كنا متأكدين شو الشركة اللي رح تشتغل على كولد وورد ديوتي كان في تسريبات أنه سلج هامر بس ما في أي شيء أكيد اكتيف فيجين بشهر خمسة طلعت وأكدت أنه الجزء القادم رح يكون من شركة سلج هامر فهذا تأكيد خلاص مية بالمية بس طبعا ما أكدوا على الاسم وما أكدوا هل فعلا رح تكون بالحرب العالمية الثانية أو لا بس خلاص يعني من التسريبات صرنا شبه متأكدين من هالكلام طيب خلنا نتكلم عن التسريبات الجديدة وصدقوني رح تحمسكم بشكل جدا كبير أولا عنا شخص على تويتر اسمه مودر وورفورتو غوست هذا كمان مسرب موسوق كل تسريباتها طلعت صحيحة وقال أنه اسم الجزء القادم مو وورد وورد 2 فانغارد لا الاسم هو فانغارد بس رح يكون كولوف جيتي فانغارد بدون وورد وورد 2 بس أكد أنه رح تكون بحقبة الحرب العالمية الثانية وقال أنه شاف سلاح الكار نفس اللي موجود بمودر وورفور وكان نفس شكله بالضبط وقال كمان أنه الهد أو قوائم اللعب اللي هو شكل القنابل السلاح وكذا رح يكون نفس لعبة كولوف جيتي وورد أت وورد اللي نزلت عام 2008 وهديك اللعبة كانت كمان بالحرب العالمية الثانية طيب الحين خلنا نتكلم بالكلام المهم عنا أكتر من مسرب موصوق قال هالكلام اللي رح أقوله حاليا أولا أكدوا مرة ثانية أنه رح تكون بالحرب العالمية الثانية بعدين قالوا أنه اللعبة رح تكون بنفس انجين كولوف جيتي مودر وورفور اللي نزلت عام 2016 نفس الرسومات نفس الجرافيكس نفس حركة اللاعب وأظن لكل مبسوط من هالشي مودر وورفور كانت جدا كويسة لجرافيكس الرسومات نظام اللعب وعدد جدا كبير بيفضلها أكتر من بلاكوبس كولوف وورد وثاني شي إنه هاي أول لعبة كولوف ديوتي رح تكون مصممة للجيل الجديد اللي هو البلاي ستيشن 5 والأكس بوكس الجديد ورح تكون أفضل بكتير من ناحية الجرافيكس آخر جزء اللي هو بلاكوبس كولوف وور كان مصمم للجيل القديم وطوروه للجيل الجديد فلا حاليا مصمم للجيل الجديد فرح نشوف الجرافيكس أحلى بكتير بس طبعا رح تنزل على البلاي ستيشن 4 ورح تنزل على الأكس بوكس 1 بس إنه رح يصمموها للجيل الجديد ويعملوا نسخة ثانية للجيل القديم فاللي ما عنده بلاي ستيشن 5 لا تخاف من هالشي وبالنسبة لطور القصة وقصة اللاعبة بشكل عام رح تكون أحداثها بأوروبا بالحرب العالمية الثانية وبالمحيط الهادئ هناك كان في كمان حرب الحرب العالمية الثانية بين أمريكا واليابان بس ما جابوا سيرة كوريا بالتسريب الجديد بس أظن حرب المحيط الهادئ أكيد كوريا كان إلها دور بالموضوع هاي بالنسبة لطور القصة وقصة اللعبة بشكل عام وبالنسبة للملتي بلاير ما عندنا كتير تسريبات بس اللي بنعرفه مثل ما قلت لكم إنه الهاد رح يكون نفس Call of Duty World at War وغير كذا المباني رح تتكسر هاي تقريبا أول مرة بتاريخ Call of Duty هناك فينك تتكسر مباني تشوف واحد متخبي وراء شي معين فينك تطلق RPG وتكسر المبنى يعني شبيهها ببتل فيل طيب وخلنا نتكلم عن الزومبي اللعبة رح يكون فيها طور زومبي والزومبي رح يكون من تطوير اتريارك يب مثل ما سمعتوني رح يكون من تطوير اتريارك نفس اللي عملت أجزاء بلاكوبس ورح يكون بنفس القصة بنفس عالم Dark Ether شي جدا مجنون هاي أول مرة بتاريخ Call of Duty بتصير عادة اتريارك بتسوي الزومبي اللي ببلاكوبس بس بس هنا على ما أظن لأنه نفس القصة نفس العالم فعشان كذا هي اللي مسكت الموضوع وهذا الشي بدل ليش بلاكوبس كولد وور الزومبي فيها ما في كتير محتوى إلى الآن معنى إلا مابين بس واضح إنهم عبيشتغلوا على مابات لهالجزاء وعبيشتغلوا على زومبي لكولف ديوتي القادمة فعليهم ضغط جدا كبير طيب والكلام اللي رح أقوله الحين مو تسريب بس بالمنطق طالما اللعبة رح تكون بالحرب العالمية الثانية رح تكون بنفس عالم بلاكوبس كولد وور ومودر وورفير والزومبي رح يكون من تطوير اتريارك فمعناتها رح نشوف زومبي بنفس عالم الدارك ايثر بس بحقبة الحرب العالمية الثانية شو معناتها الشيء؟ معناتها رح نشوف ركتوفن وسامانثة وهم صغار أول ما دخلوا على هالعالم اللي ما بيعرف قصة الزومبي حاليا هي تكملة من بلاكوبس 4 بلاكوبس 4 لما سكرنا كل العوالم وما ضل غير ركتوفن وسامانثة صغار راحوا على العالم الجديد اللي المفروض ما فيه أي مشاكل هذا هو العالم الجديد اللي فيه بلاكوبس كولد وور ومودر وورفير وحاليا قصة لعبة القادمة رح تكون فيه فرح نشوفهم هم وصغار بهذاك العالم وكمان لو بتتذكروا بكاتسين ماب ديماشين الماب الأول شفنا أصلا لقطات من الحرد العالمية الثانية كيف الألمانيين والنازيين راحوا صاروا يعملوا تجارب بمكان اللي هو ديماشين بحقبة الحرد العالمية الثانية وهذا الشيء تسبب بفتح بوابة للدارك إيثر وتسبب بقدوم الزومبي للعالم الجديد فرح نلعب بهالكلام كله وصراعة شكله جدا حماسي واللي حمسني أكتر أنه راح نلعب زومبي بنفس العالم من تطوير الثريارك وبإنجين مودر وورفر خلنا نعترف معظم الناس حبوا إنجين وغرافيكس مودر وورفر أكتر من بلاك أوبس كولد وور فصراعة راح يكون شيء جدا رهيب طيب والحين خلنا نتكلم عن الوارزون فيه كتير تسريبات عن الوارزون أولا راح يكون ماب جديد كليا راح يكون ماب غير بردانس حاليا نحنا الماب الجديد بالوارزون هو نفسه الماب القديم بس بالماضي وعلى ما أظن الكل شاف أنه نفس الماب ما غيروا فيه تغييرات جدا بسيطة وسبب من هالشي أنه عم يشتغلوا على الماب القادم اللي راح يكون ماب جديد كليا عشان كذا آخر ماب وورزون نزل اللي هو فيردانسك 84 كان نوعا ما تسليكي نفس الماب مع شوية تغييرات وغير كذا الماب الجديد راح يكون بحرب المؤيت الهادئ اللي كانت بين أمريكا واليابان فجو الماب راح يكون في بحر هائج راح يكون فيه أعصير راح يكون الماب نوعا ما عشبي فيه كتير عشب فشكله راح يكون جدا رهيب وغير كذا قلت لكم أنه بالمالتي بليار المباني راح تتكسر وأيجي فينك تكسرها فنفس الشيء بالورزون يعني أي عمارة أي شيء فينك تدمرها وغير كذا راح يكون فيه طيارات ايه راح يكون فيه طيارات وفينك تاخد طيارة وتحارب طيارة ثانية نفس بتلفيلد نوعا ما وكمان التسريب بيأكد أنه الماب راح يكون أكبر بكتير من ماب الورزون الحالي فأظن كمان راح يكون فيه عدد لعبين أكبر وماب الورزون الجديد راح ينزل مع نزول اللعبة مو نفس بلاكوفز كولد وور نزل الماب بعد تقريبا 4-5 شهور لا الماب الجديد راح ينزل بنفس يوم نزول اللعبة وأخيرا أسامي المناطق بماب الورزون الجديد كلها تسربت كلها قدامكم متون شايفين حاليا على الشاشة ما راح تكلم عنها لأنه أماكن عادية مثل فارم أو مثلا ايرفيلد مكان طائرات فيليجز كده فأتمنى إذا حدا عنده أي تحريات يشاركنا بالطالقات بس إيه مثل ما شايفين هاي أسامي مناطق ماب الورزون الجديد طيب وبكذا ما يكون خلصنا من التسريبات بس في معلومة كمان زيادة أكتيفيجين عندهم كتير شركات تشتغل على ألعاب ثانية نفس لعبة كراش وسبايرو وتوني هوك وغيرها من الألعاب فاللي عملتها أكتيفيجين إنه سكرت كل هالألعاب وجابت كل هالشركات وضمتها لكولف جيتي وخلتهم يشتغلوا على كولف جيتي لحين ما بنعرف هل عب يشتغلوا على الجزء القادم ولا كولف جيتي بشكل عام بس واضح إنه الجزء القادم تأجل أكثر من مرة طلعت كتير تسريبات إنه فيه كتير مشاكل وحاليا عم يشوف أنه أكتيفيجين جابت كل الشركات تساعد فواضح الجزء القادم كان فيه كتير مشاكل وطلعت كتير تسريبات إنه سيئ بس حاليا عم يحاولوا أكتيفيجين إنهم يضبطوا الموضوع بنهاية الفيديو أتمنى تشاركوني رأيكم هل ودكم اللعبة القادمة تكون بحقبة الحرب العالمية الثانية أظن خلاص 99% رح تكون أدري عادة جدا كبير ما يبي هالشي آخر جزء نزل من ستوديو سلج هامر كان بالحرب العالمية الثانية وكان صراحة سيئ فالناس من وقتها خلاص ما بدهم لعبة بالماضي بس صراحة من ورد تسريبات اللي سمعناها إنه بإنجن مودر وورفير زومبي متطوير ايت رايارك ماب وارزون جديد أظن نوعا ما هذا الشي يعوض أو يخلينا نتحمس نوعا ما وبالنسبة للإعلان فرح يكون مع الموسم الخامس ببلاكوبس كولد وور و الوارزون ورح يعملوا الإعلان جو الوارزون نفس ما عملوا آخر سنة مع بلاكوبس كولد وور نهاية الفيديو أتمنى لا تنسوا وطعتوا الفيديو زر اللايك وشاركوا الفيديو بين أصحابكم المهتمين بكولد جيتي وإذا كنت قاعد تشوف الفيديو بنفس يوم نزولة اللي هو يوم الخميس تاريخ 24-6 فاليوم بالليل رح أكون معلق على بطولة لكولد جيتي برعاية جامبو ودل الشرق الأوسط البطولة رح تكون على قناتي الثانية ورح يكون النهائي رح تكون بطولة بالوارزون ورح يكون الوضع فيها جدا حماسي فإذا ودك تشوف البطولة أو تشوفني قاعد أعلق على البطولة شايك على قناتي الثانية رح تلاقيها فوق على اليمين أو الرابط موجود بالوصف أو بالتعليق المثبت وبس كان معكم الشركي والشركي كيش كم ديها الثاني إن شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة